موسيقى في الموعد الاقتصادي في قناة الجزائر الدولية أهلا بكم في المستهل صدق مجلس الوزراء الجزائري الأحد على قانون موازنة تكملي للسنة الحالية من دون ضرائب أو زيادات جديدة في الأسعار بيان عن الرئاسة الجزائرية صدر عقب اجتماع لمجلس الوزراء ذكر أن الرئيس الجزائري وبعد المصادقة على القانون وجه بالمحافظة على التوازنات الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطنين وتجنب فرض ضرائب أو زيادة جديدة ولم يرد البيان لأرقام رئيس القانون التكملي لموازنة العام الجاري في وقت تتوقع السلطات الجزائرية إرادة قياسية لصادرات المحروقات خلال هذا العام تفوق خمسين مليار دولار سعودا من خمسة وثلاثين مليار دولار خلال العام الماضي حل رئيس الوزراء الجزائري ماريو دراقي الاثنين بالجزائر لحضور منتدى الأعمال الجزائري الإيطالي الزيارة تأتي في خضم الزخم المتصاعد للعلاقات الاقتصادية الثنائية خاصة في مجال الطاقة بين الجزائر وروما روابط تاريخية مفاتئة تكرس لشاركة اقتصادية متنوعة ماضية في الازدهار والتطور يلخص حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي ارتفع ليبلغ حاجز ثمانية مليارات ونصف المليار دولار في 2021 بعدما لم يتعد ستة ملاير دولار في 2020 وبلغة الأرقام تبلغ قيمة صادرة الجزائر لإيطاليا هزياد من ستة مليارات دولار تشكل فيها عائدات المحروقات حصة الأسد عبر خط أنابيب ترانسماد الذي ينقل أزياد من ثلاثة وثلاثين مليار متر مكعب سنويا في حين تستورد الجزائر من إيطاليا ما قيمته الملياري ومائتي مليون دولار وفي ذل أزمة الطاقة التي تتخبط فيها القارة العجوز بسبب الحرب في أوكرانيا تعول روم على الجزائر التي تصفها بالشريك التاريخي والموثوق في تزويدها بحاجيتها الغازية حيث بلغت منذ بداية السنة الجارية مستويات قياسية قدرت بأكثر من ثلاثة عشر مليار متر مكعب بزيادة فاقة المئة بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2021 وتحتل الجزائر المرتبة الثانية كأكبر موارد للغاز لإيطاليا بحصة 36% هذا وتهتزم الجزائر زيادة صادرتها الغازية بمقدار 9 ملاير متر مكعب سنويا أربعة منها يبدأ تسليمها الأسبوع المقبل مشاريع استثمارية واتفاقية اقتصادية مبرمة ومائة شركة إيطالية بالجزائر سمحت للجزائر بأن تكون الشركة الاقتصادية الأول لإيطاليا في القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وصف الرئيس المدير العام لمجموعة إيناغاز الإسبانية أرتورو جونزالو الجزائر بالبلد الموثوق في مجال الغاز كما عاهدته مدريد منذ 26 عاما على حد تعبيره جونزالو في تصريحات أوردتها الصحيفة الباييسة الإسبانية ذكر أن الجزائر حازت على ثقة الإسبان باحترامها للعقود المبرمة وتأكيدها في كل المناسبات عزمها على مواصلة الوفاء بالتزاماتها التعقدية ردا على سؤال حول توريد الغاز الجزائري وانخفاض الشحنات أكد الرئيس المدير العام لمجموعة إيناغاز الإسبانية أن الإمدادات عبر خطئ نبيب مدغاز تتدفق بشكل كامل حسب التوقعات والعقود والجدول الزمني من المعتاد في الصيف استخدام كميات أقل من الغاز الجزائري مقارنة بأوقات أخرى من العام أموب الغاز مدغاز يعمل بنسبة 100% حسب التوقعات والعقود والجدول الزمني لقد حازت الجزائر على ثقتنا خاصة وأن احترمت العقود وصرحت مرارا بأنها ستواصل القيام بذلك الجزائر التزمت دائما في جميع الظروف منذ عام 1996 وحتى يومنا هذا بالعقود المبرمة ليس لدي شك أو قلق حيال ذلك أعلنت الحكومة السورية الأحد عن تشكيل مجلس الأعمال السورية الجزائري بهدف تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين بكل مجالاته التجارية والصناعية والزراعية والسياحية وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية في منشور على فيسبوك إن وزير الاقتصاد محمد سامر الخليل أصدر قرارا يقضي بتشكيل مجلس الأعمال السوري الجزائري المشترك بهدف تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين بكل مجالاته التجارية والصناعية والزراعية والسياحية عين عن الجانب السوري خالد الزبيدي رئيسا للمجلس في ملف التعاون دائما وقعت الجزائر وفنزويلا بالأحرف الأولى على اتفاق يتضمن فتح خط جوي مباشر بين الجزائر وكراكاس وأفاد بيان عن وزارة النقل الجزائرية أن لقاء ثنائيا جمع خبراء سلطات الطيران المدني للبلدين تمت خلاله مناقشة البنود والأحكام المتعلقة بإبرام اتفاق التعاون الثنائي في ميدان النقل الجوي حيث أفضت هذه المباحثات إلى التوقيع بالأحرف الأولى على نص الاتفاق الثنائي الذي سيرفع لاحقا سيرفع لاحقا عفوا إلى السلطات العليا للتوقيع النهائي استأنفت ليبيا الأحد تصدير النفط بعد توقف دام ثلاثة أشهر عقب أعلان مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الجديد رفع القوة القاهرة عن الموانئ النفطية بيان عن وزارة النفط الليبية أوضح أن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا ماضية في أداء عملها وفقا لما ينص عليه القانون تمكنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة من تسليم فرحات بن قدار مسؤولية العمليات داخل مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس بعد قرارها عزل مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة عودت أسعار النفط ارتفاعها في مستهل تدولات الأسبوع الاثنين مدعومة بتراجع الدولار وشحي الإمدادات في الأسواق العالمية وارتفعت العقود الآجلة لخام برانت القياسي العالمي تسليم السبتمبر المقبل بأكثر من ثلاثة في المئة لتصل إلى مئة وثلاثة دولارات للبرميل بعدما سجلت الأسبوع الماضي أكبر انخفاض أسبوعي لها في حوالي شهر في حين زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي القياسي الأمريكي تسليم أوت القادم بنحو الثلاثة دولارات لتتجاوز عتبة المئة دولار للبرميل ارتفعت ديون شركات الطاقة والمرافق الأوروبية إلى أكثر من تريليون وسبعمائة مليون دولار مع ما يمثل ارتفاعا بأكثر من خمسين في المئة على مستويات ما قبل الفين وعشرين وأظهرت بيانات نشرتها وكالة بلومبرغ الأمريكية عن عزم الاتحاد الأوروبي استكمال خطة تمويلية لا تقل عن أربعة وعشرين مليار يورو لهذا القطاع في وقت جمعت شركات الطاقة في المنطقة خمسة وأربعين مليار يورو عبر سنادات واثنين وسبعين مليار يورو من القروض خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري طالبت مجموعة يونير الألمانية خطة لإنقاذ حكومية عاجلة بنحو تسعة مليارات يورو في حين تسعى شركة الطاقة التشيكية سي اي زاد إلى اقتراض ما يزيد عن ثلاثة مليارات يورو للتغلب على أزمة الطاقة أعلنت ساسول أكبر شركة لإنتاج الوقود في جنوب إفريقيا عن إغلاق آخر مصاف البلاد بفعل تأخر في تسليم شحنات الخام الشركة في بيان لها ذكرت أن ظروفا قهرية مرتبطة بتوريد المنتجات البلادية نتيجة التأخير في تسليم النفط الخام في مصفات ناتريف التي تمتلكها بشراكة مع ططال الفرنسية دفعت الشركة إغلاق المصفات التي تعمل بسعة تتجاوز 100 ألف برميل يوميا ويمثل الإغلاق توقفا شاملا لأصول تكرير النفط في ثاني أكبر اقتصاد في إفريقيا مع توقعات بتضاعف واردات البلاد الشهرية من المنتجات البترولية بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول العام المقبل آخر خبر في النشرة الاقتصادية الصباحية إلى اللقاء